موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائنا المشاهدين هذه نشرة الأخبار المسائية من خدمة فتك الإخبارية أعلن الدكتور أحمد حسين المتخصص في طب المخ والعصاب عن ركوبه لسفينة آل محمد عليهم السلام وبراءته من أعدائهم وظالمهم لعنهم الله في اللحظات الأولى من افتتاح الجلسة البحثية الثانية مع الشيخ الحبيب والتي تحتضن فعالياتها أرض فدك صغرى ويقول المنظمون في هيئة خدام المهدي عليه السلام بأن هذه الجلسات ستكون تفاعلية وبأنه سيسمع فيها للجمهور المتابع لوقاع الجلسة عبر القنوات الفضائية وعبر موقع اليوتيوب سيسمح لهم بتوجيه أسئلتهم وإبداء آرائهم في مداخلات عبر وسائل التواصل الشماعي وعبر الهاتف بحيث سيتم عرضها على الشيخ الحبيبي على الهواء مباشرة خلال الجلسة هذا وقبيل انطلاق الدورة الأولى من الجلسات البحثية ليلة أمس الجمعة أعلن بأن الموضوع البحثي لهذه الدورة سيكون بعنوان عمر بن الخطاب هل هو عادل أم ظالم؟ وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد فرار مشايخ وقصاص الطائفة البكرية من خوض غمار مناظرة جدية مع الشيخ الحبيب كان قد تم الإعلان عنها وعن شرائطها منذ سنوات وكانت مركزة حينها حول موضوع وجوب الموالات أو البراءة من عائشة لكنه ومنذ ذلك الحين لم يمتلك عفوا أحد من أبناء عائشة الحميراء الجرأة الكافية للتحدي والتقدمين المناظرة بالرغم من الضوابط والشروط العادلة التي تضمنتها تلك الدعوة هذا ومن المرتقب بأن يطرح الشيخ الحبيب خلال هذه الدورة مجموعة من الحقائق الصادمة والتي عادة ما تدفع إلى أعادة النظر في الكثير من المعتقدات المغلوطة والآراء الباطلة من وجهة نظره سلسلة كيف أزيف الإسلام أنا استمعت فول 500 ساعة للشيخ ياسر لأن العمر لا يحتمل المغامرة فأنا عايز الدليل والبحث بعد التأكد فلذلك بحثت كثير فيه والإسلوب الشيخ ياسر يتمتع بخمس مميزات القبول الوجهة طريقة العرض طريقة الكلام الصوت الإخلاص والأدلة الأدلة التي ضده والأدلة التي معه من الكتب المخالفين نعم فوصلت إلى الحقيقة وإلى التشييع العظيم أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار صل على محمد وآله الأطهار الله نصل على محمد وآلي محمد وعجب فرجهم والعان أعداء هنيئا لك الحمد لله وأفرح الله قلبك في الدنيا والآخر الحمد لله أحياك الله حياة محمد ألقي القبض على المدعو صلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات بارزة في مداهمة قامت بها الشرطة البلجيكية في العاصمة بروكسل وعقب عملية الاعتقال قال الرئيس الفرنسي فرنسو هولند بأن سلطات بلاده ستواصل ملاحقة كل الضالعين في الهجمات الدامية التي طالت العاصمة الفرنسية قبل أشهر ونقلت وكالة ريتز للأنباء عن هولند قوله بأن فرنسا ستطلب من السلطات البلجيكية تسليمها عبد السلام والذي تفيد تقارير بأنه جرح خلال عملية الاعتقال وقبض على عبد السلام بعد إصابته في قدمه في المداهمة المثيرة والتي قامت بها شرطة مكافحة الإرهاب في منطقة مولنبيك وقال محققون في بروكسل بأن رجلا يدعى مونير الحاج قد قبض عليه أيضا خلال العملية كما تم القبض على ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة إيواء الهارب عبد السلام والذي كان يتصدر قائمة المطلوبين بعد هجمات باريز التي خلفت مقتل مائة وثلاثين شخصا هذا واضطر رئيس الوزراء البلجيكي لمغادرة القمة الأوروبية التركية في بروكسل للمتابعة العاجلة لاتطورات العملية الأمنية والتي استمرت على ما يبدو إلى ساعات متأخرة في ظل سماع ثلاث انفجارات بالمنطقة في اخ nerd ذاهة أخذ بالانفجارة دونسونج إ MIL-وgeord менее دونسونج بكسadı قريقة أكبر تربرب اشتركوا في القناة قتل خمسة اشخاص واصب عشر اخرون بجروح في تفجير ارهابي انتحاري استهدف اليوم السبت مدينة اسطنبول التركية وذلك بعد ايام قليلة على الهجوم الدام الذي هز العاصمة التركية وقالت وسائل الاعلام التركية بان شخصا فجر نفسه في شارع الاستقلال والذي يتفرع من ساحة تقسيم والذي يعد من جهته اكبر شارع تسوق للمشاتف الشطر الاوروبي من مدينة اسطنبول ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التحذيرات الامنية بعد هجوم انقرة حيث اعلنت برلين يوم امس للجمعة عن ابقاء البعثات الدبلوماسية الالمانية في تركيا مغلقة حتى مطلع الاسبوع المقبل وكانت الجماعة المعروفة باسم سقور حرية كردستان قد تبنت الهجوم الانتحاري الذي ضرب العاصمة انقرة يوم الاحد الماضي والذي اسفر عن مقتل سبعة وثلاثين شخصا واصابة اخرين بجروح وبررت جماعة سقور حرية كردستان هجوم انقرة حينها بانه جاء ردا على الحملة التي تشنها الحكومة التركية ضد الاكراد جنوب شرق البلاد جدير بالذكر بان انقرة واستنبول ومناطق تركية اخرى شهدت في الاشهر الماضية هجمات واعمال عنف دامية اتهمت الحكومة التركية بالضلوع فيها حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش البكري تقرية جمال السلمان وقع تفجير انتحاري في منطقة تسوق سياحية في مدينة اسطنبول التركية مما ادى الى مقتل خمسة اشخاص على الاقل حسب ما قال مسؤولون اترك واصيب ايضا من جراء الانفجار نحو ست وثلاثون شخصا سبعة منهم اصاباتهم خطرة ووقع الانفجار في شارع الاستقلال وهو منطقة تزدحم بالسياح والمارة في عطلة نهاية الاسبوع وادى هجوم في العاصمة انقرة يوم الاحد الماضي اعلنت المسئولية عنه جماعة صقور حرية كردستان ادى الى مقتل سبعة وثلاثين شخصا وقالت الجماعة صقور حرية كردستان المنشقة عن حزب العمال الكردستاني بان هجوم انقرة كان للثأر من العمليات العسكرية في جنوب شرق البلاد ذي الاغلبية الكردية وفي الشهر الماضي ادى هجوم بالقنابل على موكب عسكري في انقرة الى مقتل ثمانية وعشرين شخصا واصابة العشرات اما في يناير كانون الثاني الماضي فقد قتل عشرة اشخاص جلهم من السياح الالماني جراء تفجير ارهابي انتحاري استهدف قلب اسطنبول التاريخي هذا وقتل ايضا اكثر من مئة شخص في تفجيرين انتحاريين متزامنين في مسيرة كردية للسلام في العاصمة انقرة في اكتوبر تشرين الاول الماضي وقال الرئيس التركي رجب اردوغان ان الجماعات الارهابية تستهدف المدنيين لانها تخسر معركتها في مواجهة قوات الامن التركية وكانت تركيا من قبل قد القتل باللوم على اكراد سوريا بالمسئولية في هجمات ارهابية وشنت ضدهم هجمات جوية انتقامية جمال السلمان لخدمة فدك الاخبارية قال قائد عسكري عراقي بارز بان القوات العراقية بدأت اليوم السبت عملية عسكرية واسعة النطاق بهدف استرداد بلدة هيت الواقعة غرب محافظة الانبار من ايدي مسلحي تنظيم داعش البكري ونقلت وكالة فرانس بريس للانباء قول بعض المسئولين بان العملية تقودها قوات مكافحة الارهاب وتشارك فيها قطعات من الجيش والشرطة والعشائر المحلية وبان طائرات حربية عراقية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقوم من جهتها بتوفير الاسناد الجوي للقطعات العراقية وكانت القوات العراقية قد فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار الشهر الماضي بعد ان تمكنت من طرد مسلحي التنظيم الارهابي اذا وعبرت منظمات اغاثية عن مخاوفها على مصير حوالي 35 الف نازح هربوا من هيت ومن المناطق المجاورة لها قبيل الهجوم الاخير وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في وقت متأخر من يوم امس الجمعة بان الالاف من النازحين عالقون في مناطق لا تصل اليها المساعدات قالت وسائل اعلام سورية رسمية بان القوات السورية حققت مكاسب ميدانية في معاركها ضد تنظيم داعش البكري قرب مدينة تدمر الاثارية التي يسيطر عليها التنظيم الارهابي يأتي ذلك في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض بان عشرات الضربات الجوية استهدفت مواقع في مدينة تدمر وريف مدينة حمص خلال الساعات القليلة الماضية من جهته قال سيرجي رودسكو رئيس ادارة العمليات في هيئة الاركان الروسية قال بان بلاده ستواصل تأمين الدمع دعم الجوي لمحاولات القوات السورية لتحرير مدينة تدمر وقال رودسكوي بان الطائرات الروسية تنفذ ما قد يصل الى خمسة وعشرين غارة جوية يوميا دعما للقوات الحكومية السورية والتي تحاول السعادة مدينة تدمر من تنظيم داعش البكري ويأتي تواصل الغارات الروسية بالرغم من عودة بعض الطائرات الحربية الروسية من سوريا عقب القرار المفاجئ الذي تعهد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب معظم قواته من البلاد هذا ونقلت وكالة فرانس بريس للانباء زعم تنظيم داعش البكري بانه تمكن من قتل عسكريين من الروس والسوريين وكذلك العديد من عناصر ما يسمى بحزب الله اللبناني قرب مدينة تدمر في الايام الاخيرة يذكر بأن مدينة تدمر تضم عددا من اهم المواقع الاثرية في الشرق الاوسط والتي عامد تنظيم داعش البكري الى نسفها وهدمها منذ سقوط المدينة بيده العام الماضي عبر الامين العام للامم المتحدة بان كيمون عن خيبة اماله لفشل مجلس الامن الدولي في اتخاذ موقف صلب بصادد خلاف المنظمة الدولية مع المغرب بشأن الصحراء الغربية هذا ووعد بان كيمون باثارة الموضوع مرة ثانية في لقائه الشهري مع اعضاء المجلس بحسب تصريحات متحدث باسمه وكان اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر قد ناقشوا في شماع مغلق يوم الخميس الماضي تصاعد الخلاف بين المنظمة الدولية والحكومة المغربية بعد اصدار الرباط قرارا يقضي بتقليص عدد العاملين في البعثة الاممية المعروفة باسم المنورسو وكانت الحكومة المغربية قد اتهمت الامين العام للامم المتحدة بانه لم يعد محايدا في النزاع بشأن الصحراء الغربية وذلك عقب تصريحات لبان كيمون استخدم فيها عبارة احتلال لتوصيف الوضع الراهني في الصحراء الغربية المتنازع عليها ويعد هذا النزاع اسوأ نزاع بين الامم المتحدة والمغرب منذ عام واحد وتسعين عندما توسطت المنظمة الدولية في ابرامي وقف لإطلاق النار لانهاء الحرب الدائرة في الصحراء الغربية وكان الامين العام للامم المتحدة قد الغى زيارة مقررة الى المغرب كما اعبر او اعرب عن غضبه ازاء المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع العاصمة الرباط احتجاجا على تصريحاته الاخيرة مشيرا الى انها تظهر عدم احترام له وللمنظمة الدولية مزيد من التفاصيل في تقرير هشام الزواوي قال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بن كيمون يوم امس الجمعة بان الامين العام يشعر بخيبة امل لفشل مجلس الامن في اتخاذ موقف قوي في الخلاف بينه وبين المغرب بشأن الصحراء الغربية وبانه سيثير الامر مع الدول الاعضاء بالمجلس قريبا واتهمت الحكومة المغربية الاسبوع الماضي بن كيمون بانه لم يعد محايدا في الصراع بشأن الصحراء المغربية وامرت يوم الخميس الامم المتحدة بسحب 84 موظفا من بعثتها الدولية في الصحراء الغربية التي تسمى اختصارا بالمونيرسو وقال السفير الانجولي اسماعيل غاسبر مارتينز رئيس الدورة الحالية لمجلس الامن الدولي بعد الاجتماع المغلق الذي استغرق ساعات بان اعضاء المجلس عبروا عن قلقهم لكنهم اتفقوا على التحدث مع المغرب بشكل منفرد لضمان تطور الموقف بطريقة ايجابية وفي توبيخ لمجلس الامن سيغ بشكل متحفظ اوضح ستيفان دجاريك المتحدث باسم بن كيمون خيبة امله قائلا كان من الافضل لو تلقينا كلمات اوضحة من رئيس مجلس الامن ويقول ديبلوماسيون بان اعضاء المجلس لم يتفقوا على اصدار بيان قوي مفضلين الاتصال بالمغرب بشكل فردي لا سيما مع تلك الدول التي تعد حليفة له مثل فرنسا واسبانيا ومصر والسينيغال ويقتضي اصدار بيان من مجلس الامن وجود اجماع بين الدول الاعضاء فيه ونقلت وكالة رويترز للانباء عن ديبلوماسي غربي قوله بان وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرو تحدث هاتفيا مع الامين العام للامم المتحدة عارضا التوسط بينه وبين الرباط للحد من التوترات مضيفا بان باريس لا تريد ان تصب الوقود على النار بالتحيز لطرف دون اخر وسبق انزار بن كيمون في وقت سابق من هذا الشهر مخيمات اللاجئين في مدينة تندو في الجزائرية حيث يقيم لاجئون من الصحراء الغربية الذين يطالبون بدولة مستقلة في الصحراء الغربية وخاضوا صراعا مسلحا مع المغرب حتى ابرام وقف اطلاق النار وتطالب من جهتها جبهة البوليزاريو باجراء استفتاء للشعب الصحراوي بشأن الاستقلال من المغرب بيد ان الرباط تقول بانها لن تسمح باكثر من حكم ذاتي في المنطقة التي تعدها جزءا من التراب الوطني المغربي وقال احمد بخاري ممثل جبهة البوليزاريو في الامم المتحدة للصحفيين بان هدف المغرب هو اغلاق البعثة الامم المتحدة المينورسو واصفا ذلك بانه يعني اقصر الطرق لاستئناف الحرب هشام الزواوي لخدمة فدكين الاخبارية اعرب وزير الخارجية الامريكي جون كيري عن قلقه العميق في ازاء تدهور اوضاع حقوق الانسان في مصر خاصة بعد اعلان القاهرة اعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعية غير الحكومية وجاء في بيان اصدرته الخارجية الامريكية بان القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الاسبوع الماضي والذي يقضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الانسان يأتي في سياق اوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين واكد البيان ايضا بان التضييق على الحرية وانتهاك حقوق الانسان لا يمكن له ان يؤدي بشكل من اشكال الى اي نوع من الامن او الاستقرار يذكر بان مصر تشهد حملة ضد المعارضين منذ اطاحة الجيش بالاخواني محمد مرسي وذلك في اعقاب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد عام 2013 ومنذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة الاعتقالات واحكام الاعدام الجماعية التي انتقدتها عدة منظمات دولية وكان وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي قد تولى رئاسة البلاد بعد انتخابات رئاسية كانت قد اثارت جدلا واسعا عام 2014 نصب الاف من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خياما للاعتصام امام بوابة المنطقة الخضراء والتي تقع بداخلها مقار الحكومة العراقية قائلين بانهم جاءوا للضغط من اجل محاربة الفساد واشاد مقتدى الصدر بتعاون قوات الامن مع المحتجين بعدما سمحت بعض القوات الامنية لعدد من انصاره يوم امس الجمعة باجتياز الحواجز والاسلاك الشائكة المنصوبة على جيسرين يفضيان الى المنطقة الخضراء ويطالب الصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باستبدال الوزراء الحاليين بخبراء تقنوقراط بهدف مكافحة الفساد من جهته نفى المكتب الاعلامي لوزارات الدفاع العراقية نفى الانباء التي تناقلتها جهات اعلامية حول اصدار العبادي اوامر بتجميد او اقالة كل من وزير الدفاع وقائد عمليات بغداد بسبب تداعيات تظاهرات اتباع مكتب الصدر معتبرة تلك التقارير بانها اشاعات مغرضة تهدف الى زعزعة الوضع الامني وشق الصف الجدير بالذكر بان كل الاحزاب والجماعات السياسية في العراق تدعو الى محاربة الفساد في التصريحات العلنية غير ان الواقع على الارض يدل على تآمر وتلاعب كبيرين بمقدرات الشعب العراقي ويعتمد مقتد الصدر وكذا عدد من الوازنين في المشهد السياسي على عدد من البلطجية والعصابات الاجرامية لاخراص اي صوت معارض من داخل الشارع العراقي فيما يعتبر مراقبون بان مقتد الصدر وكذا شخصيات وازنة في المشهد السياسي تعد من كبار رموز الفساد والسبب المباشر في التخبط الحاصل في دوائر صنع القرار في البلاد كما يرى مخبراء في الشأن العراقي بان الازمة العراقية لن تنتهي الا بالالتفاف حول قيادة حكيمة متوازنة وذلك بعد تقديم جميع المفسدين وفي طليعتهم مقتد الصدر الى المحاكمة نشرت وزارة الطوارئ الروسية قائمة باسماء الركاب وافراد طاقم طائرة البوينغ المدنية التابعة لشركة فلاي دبي والتي تحطمت اليوم السبت في الجنوب الروسية وتضم القائمة اسماء افراد الطاقم السبعة بالاضافة لأسماء خمسة وخمسين راكبا بينهم ثلاثة وثلاثون امرأة واربعة اطفال وقال مسؤولنا روس بان كل الركاب الاثنين والستين الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا عندما تحطمت الطائرة لدى المحاولة الثانية للهبوط فجر اليوم في مطار مدينة روستوف نادونو وقالت وسائل اعلام الروسية بان الطائرة ارتطمت بالارض على مسافة بضعة مئات من الامتار من مدرج المطار وذلك عندما كانت تحاول الهبوط للمرة الثانية في ظل ظروف جوية سيئة موضحة بان الطائرة حلقت حول المطار لمدة ساعتين دون ان تتمكن من الهبوط بسبب الظروف الجوية من شهتها قالت زانة تيريخوفا مستشارة وزير النقل الروسي للتلفزيون الرسمي بان خطأ ارتكبه ربان الطائرة وكذلك الظروف الجوية السيئة كانت من بين الاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة وقالت شركة فلايدوبي المتخصصة في الرحلات الزهيدة الثمن بان الطائرة كانت قادمة من مطار دبي الدولي وبانها بدأت الان العمل بالاجراءات الخاصة بالطوارئ بعد تحطم الطائرة وتتمتع الشركة بسجل جيد لاستلامة ولكن واحدة من طائراتها اصيبت سابقا بطلق ناري اثناء هبوطها في مطار بغداد في شهر يناير كانون الثاني العام الماضي وهو الشيء الذي حدا حينها بالعديد من شركات النقل الجوي هدى بهم الى تعليق الرحلات باتجاه العاصمة العراقية ترجمة نانسي قنقر كان هذا ختم نشرتنا لهذا المساء مشاهدين الكرام نذكركم انه بامكانكم متابعة اخر المسجدات على صفحات التواصل الشماعي لخدمة فدك الإخبارية نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة